الملء الخامس والصور الفضائية لحياتك شرحتها لنا أنهما ابتدوا يملوا الملء الخامس وتأثيرات هذا الملء علينا خلينا ناخد كده مع حياتك بالتفصيل إيه اللي تم في هذا الموضوع هو حاليا سد النهضة كل ما يعله جزء بيحجز كمية مياه في موسم الأمطار اللي هو بيبدأ في أول سبع يعني خلاص غدا إن شاء الله البداية لموسم الأمطار إثيوبيا هذا العام تقريبا نقدر نقول انتهت من الخرصانة تماما لسد النهضة يعني وصل إلى 100% السنوات السابقة كان بيعله كل سنة 10 متر أو 20 متر بقدر التعليه كان بيكون التخزين والتخزين كان بيبقى إجباري لأنه بيكون قفل تماما ومياه الأمطار بتأتي أمام السد وتتجمع إلى أن تعلو وتساوي قمة السد ثم تعبر قمة السد هنا بنقول بقى يبقى التخزين انتهى والمياه بتعبر أعلى السد السنة دي الأمر هيختلف شوية لأن السد دلوقتي في مراحله الأخيرة والمياه ارتفعت والمخزون أصبح كبير من التخزينات الأربعة 41 مليار متر مكعة والمستهدف يعني هما 74 مليار لكن هي في الغالة هتبقى 64 مليار وهل هم محتاجينه فعليا ولا ده في إطار العند معانا لا هو أي مشروع لتوليد الكهرباء في أي دولة في العالم بيبقى مطلوب لأن الجميع يحتاج إلى كهرباء ما فيش دولة عندها تنمية إلا بوجود طاقة طبعا وهنا مصادر الطاقة اللي عنده غاز بيشغل بيشتغل بالغاز واللي عنده بترول أو فحمة أو غيره فإثيوبيا من الدول اللي عندها مقاومات توليد الكهرباء من المياه بما أن عندها أمطار غزيرة وأنهار عندها 12 نهر كبير وهي عبارة عن جبال والمياه بتسقط على قمة من الجبال وانحدارات شديدة وبالتالي المياه لها قوة ففكرة التوليد الكهرباء إذن عندنا في القرارة الإفريقية حوالي دولتين أو ثلاثة هم الأكثر تلك المواصفات التدريسية زي الدولة اللي نقول مثلا السعودية عندها بترول يبقى طاقة بالبترول إثيوبيا عندها مياه عندها أنهار يبقى طاقة مائية دولة الجمهورية الكونغة الديمقراطية فإذن كل ما تعمل مشروع هذا في صالح ورغم كل هذه الإمكانيات إلا أن الشعب الإثيوبي معظمه ربما أكثر من 70% من الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء هنا بتيجي بقى يعني مش مهمل أن يبقى عندك المصادر للموارد ولكن كيف تستغل هذه الموارد قالت تربع الشعب الإثيوبي حتى ومن هذا بحروجه كهرباء وهو كهرباء لهائي يعني إحنا بلعاني أن الكهرباء تيطع ساعة واثنين وثلاثة هناك ظلام هناك ظلام تام وعندهم كمية الكهرباء اللي بتنتج في الدولة بالكامل وعلى فكرة إثيوبيا مساحتها قد مصر وعدد سكانها أكثر من مصر ومع ذلك كمية الكهرباء اللي بتولد في إثيوبيا تعادل تقريبا إحدى محطات سيمينز في مصر التلاتة الأخيرة يعني عندها حوالي 5000 ميجا ده أقصى حاجة في الوقت الحالي سد النهضة يضف لها حوالي 2000 أو 3000 ميجا في المتواصل وبالتالي هيفرق معها لكن سد النهضة ليست للتنمية بالفعل هيولي الطاقة أيوة ولكن ليست للإثيوبيين لسبب أن ما فيش شبكة لتوزيع وتوزحها على إثيوبيا لأن هيبيعوها للدول المجاورة وفي الحقيقة في البداية كان هدف السد هدف سياسي كان رئيس الوزراء الإثيوبي أراد أن هو يبني سد يكون أكبر سد في القرى الإفريقية بالضبط هنا بقى بعض الزعماء اللي بيحبوا أكبر حاجة فرئيس الوزراء الإثيوبي كان سد النهضة يخزن 11 مليار ويولد حوالي 2000 ميجا ولكن قال لهم لا أنا أعايز سد كبير وكأنه أعايز يبقى عبد الناصر التاني كان دايما عنده طموحات هي أشبه دايما بصل الحيطة دي بالضبط لأن الرئيس جمال عبد الناصر اسمه مكترم بالسد العالي وبالتالي هو أراد أن يكون له مشروع ضخم فرفع سد النهضة من 11 مليار إلى 74 مليار وهنا يبقى أكبر سد في القرى الإفريقية ليس من كمية المياه لأن السد العالي 162 مليار لأن السد العالي 162 مليار